أتوقع أن تكون هناك احتجاجات متعاظمة العصابة ما عندها إلا القزول المال زادتوا للجنيرالات ولكبار الضباط عقاداء وعمداء وجنيرالات زادونهم في المال زادونهم في الصلاة أعطوهم قروض ترد وقروض لا ترد القوذات كلمتكم عليهم قبل يومين المعدل في الزيادة هي 20% بمعنى اللي كان يدي 10 ملايين يولي يدي 12 اللي كان يدي 15 يولي يدي 18 اللي كان يدي 20 يولي يدي 24 أو 25 24 وهكذا طبعاً كثير من القوذات ما يشوفش أصلاً واش يدخل للسي سي بي أو واش يدخل للحساب البنكي لأنه باختصار بسيط عنده هذيك المياه 150 200 300 مليون في الشهر راشاوي أستثني دائماً القوذات الأحرار والقوذات الشرفاء الذين لا يأكلون أموال الناس بالباطل ولا يأكلون السحط في بطنهم أستثني ذلك البوليسي هذا اللي خرج يضر في خوه اليوم البومبي إتفائي أراه مش بعيدة لخط الميزيريا اليوم الدراسات تقول أنه لكي تعيش في حدود معقولة إذا عندك طفلين وعندك زوجة وإنت أنتم ربع شخاص تحتاج ثمن ملايين ثمن ملايين بدون ثمن ملايين وبدون إيجار أكلوا الشرب واللباس والنقل فقط بدون ثمن ملايين أراك تروح تسلف قبل نهاية الشهر البوليسية هذو اللي راكم تشوفوا فيهم الأغلبية العظمى داخلهم قل ست ملايين كاي اللي قل من خمس ملايين كاي اللي في حدود ربع ملايين أي أنه مستعد أن يضرب خوطه ويسبهم ويتسب ويتشتم على جال ربع ملايين في حين أن آخر جنرال يدي ميات مليون رسمي ويغرف كما يرى كما يريد السيارات باطل السواقين الحمل اللي يروح لهم الكوبراتيف اللي يجيب لهم الأسعار بالنصف اليوروات اللي تعطالهم الباسبورات دبلوماسية ليهم ولأسرهم ولأبنائهم وزراء نفس الشيء سوفراء نفس الشيء كبار القضاة نفس الشيء أو أنت أقعد كجادارمي ولا بوليسي أدي ربع ملايين ولا حتى ست ملايين وروح دير دعاوي الشر وروح ضرب خوطك اللي يطالبوا بحريتك وحرية البلاد كما فعلتم بعض اللي فعلها هذي الجمعة بعض إخواننا لموني قالوا لي وانت تعدد في المصايب انت حد البوليسية رك قلت باللي يبقوا إخواننا وما لازمش نسبوه فيبدو أنه كان كلامك فيه تناقض لا يجب أن نفرق إخواننا نحن البوليسية هذا في نهاية المطاف هل نريدهم أن يبقوا مع العصابة والله يجو مع الشعب أي عقل يقول لك يكونوا مع الشعب طيب إذا جدت أنت حشرتهم وسبيتهم واشتمتهم وقلت له أنت أولاد كذا أولاد كذا هؤل العصابة تسهل لها المهمة البروباغندة اللي راه يدينها لهم العصابات والبعض مانعينهم حتى مستخدم تليفونات ومستخدم لوغات صعب ومستخدم فيسبوك هؤل أنت تسهل لهم المهمة بعض البوليسية مش كلهم لكن سمعت أن أخبار في بعض الجهات يمنعوهم من استخدم فيسبوك والواتساب والفايبر بمعنى راه مقابعينه العالم أو شبه مقطوع فأنت في استراتيجيتك وأنت تقاوم أنت إنسان متخلق أولاً ما تسبش وما تلعنش كحراكي كمقاوم كثائر أنت تقاوم بصلابة سب ما وش هو اللي يوصلنا بعيد ثم أنت هدفك أنك تسحب العصاب سواء كان قابي سواء كان بوليسي سواء كان دركي سواء كان ضابط مخابرات صغير سواء كان إداري سواء كان من لي كان يطلق عليه بوصب على الزرق اللي ينتخبوا أنت هدفك أنك تسحبهم ليك تسحبهم الحرك كلما سحبنا لأن المعركة هي على وش واقع واقع على هذوك اللي يرون في الوسط سواء اللي يرون شادي للعصابة من الوسط أو اللي يرون مع العصابة في الظهر بوليسية درك إلى آخره كلما أقنعت واحد أو مجموعة وتعاملت معهم بالحسنة وكلمتهم بالمنطق والعقل وأثرت فيهم بكلام بليغ وقلت لهم كلام بليغ بدل كلام السب والشتم كلما شعروا بالخزي والعار والبعض منهم يقول لي معاك فهم يرسلوني أنا البعض منهم يرسلوني ناس في الدرك في المخابرات في الشرطة في للأسف منش نقدر رد عليهم كلهم ويعدروني لكن بعضهم يتألم بشدة وبعضهم يمد معلومات وبعضهم يقول أنا معاكم وأنا أقول لكم يوم لو كان نصل ميش إلى عشرة في المية إلى خمسة في المية من قلب البوليسية يقول له مع الشعب لو كان اليوم البوليسية اللي كانوا يضربوا في بومبي يمشوا معاهم وطلعوا المرادية على الأرجح إذا ما سختتش العصابة تكون في حالة حالة بائسة تكون في حالة سيئة جدا وربما الجماعة اللي كانوا في رئيسة جمهورية يهربوا إذن إخواني نحن ننتقدهم ليس من أجل هدمهم أو سبهم أو شتمهم وإنما من أجل قول حقيقة لهم ولكن الهدف أن نسحبوهم أن يكونوا مع الأحرار يكونوا مع الحراك يكونوا مع المظلومين يكونوا مع الشعب هذه استراتيجيتنا اللي يجب أن نشعلها لأن هدفنا هو البناء مش الهدم هدفنا هو السلام مش الفوضى هدفنا هو قيام جزائر حقيقية مش جزائر تزوير وجزائر الجنرالات وجزائر النهب كل هؤلاء إخوان لكن فيهم من هو ظل وفيهم من هو عاصي وفيهم من هو يزد عليها وفيهم من هو جبان وفيهم من هو قلب معنا وعصى علينا هدفنا أن نسحبهم إلينا فليكن هذا الهدف استراتيجي وهذا العمل استراتيجي